في الشرق الأوسط أيضا موسكو تدعو واشنطن إلى إعادة كييف للتفاوض اتهم الكريملين أمس كييف بالتملص من الحوار وتبديل المواقف داعيا في الوقت نفسه واشنطن إلى استخدام نفوذها لدى أوكرانيا للدخول في مفاوضات سلام جادة مع موسكو قال الناطق الرئيسي الروسي ديمتري بيسكوف أن الولايات المتحدة يمكن أن تشجع كييف على العودة إلى طاولة المفاوضات إذا أرادت ذلك مضيفا أن أوكرانيا غيرت من مواقفها فيما يتعلق بالرغبة في التفاوض مع موسكو مرات عدة خلال الصراع المستمر تسعة أشهر تقريبا ولا يمكن التعويل عليها ومع ازدياد التقديرات بقرب دخول الاقتصاد الروسي مرحلة صعبة نتيجة العقوبات الأمريكية الغربية المفروضة عليها وما يمكن أن تحدثه من آثار سياسي وسلبي عميق أتت التصريحات الأمريكية الصريحة بوجود فرصة لحل سياسي بالمفاوضات مترافقة مع حراك دبلوماسي أمريكي في هذا الاتجاه لتكشف عن جهود للاستفادة من الإخفاقات الروسية في جبهة القتال قال رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي الجنرال مارك ميلي شاهدنا قبل أسبوع انسحاب روسيا من خرسون مع اتخاذ مواقع دفاعية وهو نجاح لأوكرانيا وتابع أن الجيش الروسي يعاني بشدة في أوكرانيا وثم تحتمال لوجود حل سياسي